السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم احنا النهاردة هنتكلم على الميكانيكال ماجرمنت الميكانيكال ماجرمنت بتتكون من قياس الحاجات اللي ليها علاقة بالميكانيكال سيستمز والميكانيكال فاريبلز زي ايه؟ زي البراشر زي الفورس وكل مشتقاتهم يعني كل انواع البراشر كل انواع الفورس المفتاح الرئيسي لقياس الفورس والبراشر هيبقى الديسبلسمنت لانه هو كمان واحد من الفاريبلز اللي احنا هنستخدمها في قياس الميكانيكال ماجرمنت وكل مشتقات الديسبلسمنت زي البراشر زي الاكسلراشر طبعا احنا عارفين ان البراشر دو علاقة مع الفورس عن طريق الارية والفورس له علاقة مع عن طريق الاجسلراشر او عن طريق التغيرات اللي بتحصل في كمبونت زي الفورس المختلفة اللي احنا ممكن نقسها ممكن تبقى نتجه من تغيرات في زي ما هنشوف كمان شوية ممكن تبقى نتجه من تغيرات في ممكن تبقى نتجه من تغيرات في spring constant ممكن تبقى عبارة عن قياس pressure عن طريق variations بيحصل في الفورس كل انواع القياس دي احنا بنقس بطريقة indirect يعني ايه بطريقة indirect يعني احنا ما بنقس الفورس مباشرة احنا بنقسها عن طريق quantity تانية زي displacement زي acceleration and so طيب لو بصينا كده على ابسط مثال ممكن نقيس بيه تغير في الفورس بتاعتنا او displacement كأجزامبل يعني ممكن نقيس تغير displacement عن طريق تغير في resistance اجزامبل بسيط اوي كلنا بنستخدمه كلنا عارفينه اللي هو البروتنشومتر البروتنشومتر ده نوع من الترانسيديوسر ممكن ما نتخيلش انه هو ترانسيديوسر لانه ببساطة ممكن يحول لك التغيرات اللي لها علاقة بالdisplacement عندك اوكي ايه زي محاراتك وشايفين كده وصوت ال screen قدامكم وببساطة كده التغيرات اللي بتحصل في ال displacement اللي هي بالنسبة لي x هنا او x i اوكي هتبقى مرتبطة بتغير في existence وكمان التغير ده ممكن يبقى مرتبط بangle والangle دي ممكن تبقى variable زي الهالكل طيب يبقى البوتنشومتر ده example بسيط جدا لتغير في displacement نقدر نترجمه لتغير في resistance اللي strain measurement تعتبر من ال basics والحاجات المهمة جدا في قياس ال quantities في mechanical measurement طيب محتاجين نفهم الاول يعني ايه strain اوكي الا strain اللي قاعد كده وعلى الفوتين ومبسوط ده اوكي محتاجين نعرف يعني ايه strain اوكي ومنها نفهم ازاي ممكن نقيس الفورس او ال pressure عن طريق التغير في الا strain خلونا نبتدي خلونا نبتدي مع بعض نفهم يعني ايه strain طيب لو خدنا example كده ان احنا مسكنا bar اوكي ال bar ده له tool محدد length l ولو diameter محدد d اوكي وبدأنا نغير او نأثر عليه بforce او نأثر عليه بpressure زي ايه زي نحنا نعمله tension يعني نعمله استطالة او نعمله compression ببساطة كده اللي حيحصل هو عباره عن ايه تغير في حاجة اسمها stress اللي احنا بنعملها اللي هو تغير في tension او في compression اللي احنا بنعمل طيب حينتج عنه ايه بقى لو انا بدأت اشد كده force معينة او او اعمل tension او compression معين حيبتدي يحصل elongation او استطالة في الpar كلام جميل اللي strain بتاعي هيبقى عباره عن ايه هو function او fraction من التغير اللي بيحصل فيه اللي يعني انا بقارن ما بين التغير اللي حصل اللي هو delta L مع L طيب ايه علاقة بقى التغير delta L مع L اللي هو strain ب اللي stress او tension اللي انا عملته جيه عالم اسمه ها اوكي قالك ان التغيرات اللي بتحصل في المaterials بتنقسم لريجون حاجة اسمها elastic region وحاجة اسمها plastic region في الelastic region لاحظنا كده زي ما حضرتكم شايفين في الكورف ان التغير اللي بيحصل في الاسترين بيواجه linear change في الاسترس عن طريق السلوب بتاع linear curve بتاعي اوكي و ربط اللي علاقتين دول ببعض او ربط التو variable صدوق بعض اللي هو الاسترين و الاسترس عن طريق حاجة سميناها young's models او معامل يانج اوكي هنا بقى التغير في الاسترس مش حيواجه تغير linear في الاسترين بل بالعكس احنا ممكن نلاقي تغيرات مختلفة ممكن تبقى زيادة الاسترس ما بتقديش ليه زيادة في الاسترين اوكي او الزيادة اللي بتحصل في الاسترين مش مقابل زيادة الاسترس يعني non-linear relation زي ما حضرتكم شايفينها لغاية ما وصل الbreaking point اوكي اللي ساعتها ما فيش اي relation هتلبط ما بين الاسترس والاسترين اوكي طيب التغير اللي احنا شفناه هو تغير في الاسترين اوكي الالونجيشن اللي حصل ده تغير في الاسترين لكن لو انت تخيلت ماتيريا لشدتها اوكي والطول بتاعها زاد ده مش هيقول لنا ان ما فيش تغير في الدم تغير لا بالعكس هيخصو التغير في الديامتر ده بنسميه transverse strain اوكي علشان كده بنربط transverse strain بدلتا دي over AD طيب هل في علاقة ما بين التغير في ال transverse axis والaxial axis او الaxial direction اللي حقيقيا انه في علاقة ما بينه اوكي العلاقة دي ارتبطت برشو مشهورة جدا اسمها بواسو رشو اوكي هيبقى التغير او اللي حيحصل في transverse اللي هو التغير في الديامتر هيبقى بيساوي عن طريق تواصل رشو التغير اللي بيحصل في الaxial direction او الان بس حد حيقوللي ببساطة كده هو ما بيسوهوش غير quantity لكن كvalue او كdirection هو مختلف انا طبعا لو زودت الطول الديامتر حيقل بالمنطق فبالتالي هنلاق اني هنا فيه negative sign عشان تقوللي ان العلاقة ما بينهم هي علاقة عكسية اوكي طبعا الvalues دي في المتلز حيبقى لها قيم في الelastic region ولها قيم في ال plastic region حتختلف باختلاف المaterials اللي احنا بنتعامل معه طيب احنا اتفقنا ان احنا حنقيس التغير اللي بيحصل في التنشن او الفورس اللي احنا عملناها عن طريق تغير في اللسترين هنسأل بقى السؤال المنطقي احنا حنقدر نقيس التغير بتاع اللسترين دا ازاي اوكي او تغير اللنث دا ازاي اوكي نرجع لالالأجزامبل البسيط الخاص بالبوتنشومتر اوكي انا ببساطة كده لو قدرت اقيس التغير الخاص باللنث بتاع عن طريق التغير في الريزيستنس يبقى انا نجحت ان اضبط ما بين الفورس او البراشر اللي انا بعمله وما بين الريزيستنس اوكي طيب هنريكول كده الريكووجين البسيطة اللي احنا كلنا عارفينها هي علاقة الريزيستنس باللنث اوكي علاقة الريزيستنس باللنث هي عبارة عن حاجة اسمها ريزيستيريتي بنسميها رو مضروبة في اللنث على الاريا يبقى انا لو عندي وير كده لو ريزيستنس معينة لو طول معين ال لو ديامتر دي لو او او cross section او 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 ريزيستيفتي رو او انا اثرت عليه بفورس معينة او الفورس او التنشن اللي هحصل ده هيعمل لتغير في البرامتر اللي اسمو لانت هيعمل لتغير في الديامتر واحتمال انه يعمل حاجة في هنشوف ها بعدين مش في المحاضرة دي اوكي في المحاضرة كمان شوف كلام جميل طيب يبقى لو جينا ندرس التغير اللي هيحصل في ال بتاعتنا هيبقى بيبقى ان ال معتمدة على اكثر من برامتر فاحنا مش هنقدر نعمل total differentiate لل parameter احنا هنعمل partial differentiate بين resistance و resistivity بين resistance وال love وبين resistance وال area بتاعتي طيب خلونا نبص كده ايه هو تفاضل او او differentiate بتاع resistance with respect للresistivity ببساطة كده لو انا فضلت resistance بالتغير اللي هيحصل في resistivity يعني اعتبرت ان ده constant وبفاضل r with respect للrow فحينتر عنها الpart constant ده اللي هو l على a اوكي نفس القصة لو فضلت بالنسبة l هتبر على ايه هي الpart constant فحيبقى التفاضل بتاعها بيساوي رو على ايه اوكي التغير الوحيد هيبقى مع الarea لانها في المقام فحيبقى عندي الرول المشهورة وتفاضل البصد في المقام ما استفاضل المقام في البصد بتاعي على المقام square فحيصبح equation او الderivision بتاعي بيساوي رو في l على a square ده times في d l طيب ده التغير الخاص بالr اوكي عادة زي ما شفتوا حضراتكم كده لما ندرس التغير في الstring اوكي بنقول delta l على l علشان نشوف ان التغير ده with respect لللنث الاساسي يعني انا لو جيت قلتلك ان التغير ده 1 مليمتر طيب 1 مليمتر ده with respect لان اللنث الاساسي كان one centimeter ولا اللنث الاساسي كان one meter one kilometer اوكي فمحتاج اقرنه بالقيمة الاساسية او normal value بتاعتي فعشان كده حقسم على resistance عندي اوكي لو اسمت البرامتر بتاعتي دي على resistance هنا بالنسبة لي resistance بتساوي rho l على a يبقى لو اسمت rho l على a على l على a اوكي حيفضل rho في المقام نفس القصة هنا l في المقام ونفس القصة a في المقام وطبعا كلنا شفنا النيجاتيف دي جات منين لان التغير هنا في المقام او اوكي يبقى اصبح الاجواجن الرئيس بي تغير بتاع resistance مع resistance with respect لي التغير بتاع resistivity مع resistivity والتغير بتاع length مع length والتغير بتاع area مع l طيب احنا لسه من شوية كنا ربطين عن طريق بواصول issue بين التغير اللي بيحصل في diameter والتغير اللي بيحصل في length يبقى لو جينا قلنا ان ده cylinder low diameter معين اوكي يبقى الarea بتاعتي هتساوي by على 4 او by على 4 او by over 4 في d square اوكي التفاضل d هتنزل ال 2 d اوكي هيساوي 2 d على d عن d اوكي ده هيقدي للإيه ان التغير اللي هيحصل في area بتاعتي هيساوي او احنا طبعا لسه ربطين ال equation d ان التغير بتاع diameter with respect to diameter بيساوي negative للتواصول issue في delta l على l يبقى انا equation بتاعتي هشيل delta a على a اوكي وحط مكانها 2 delta d على d وشيل delta d على d وحط مكانها minus واصول issue delta l على l فيصبح equation عندي عبارة عن delta r على r مرتبطة بالتغير اللي بيحصل في resistivity والتغير اللي بيحصل في delta l على l عن طبي واحد اللي هو غريدي delta l على l ده وبعدين عن طريق negative negative هتبقى بوسط في 2 هتنزل زي ما هي في البوسورش لو لاحظنا بقى في ال equation دي عندي two parameters او عندي two quantities واحد فيهم هيعتمد على التغير بتاع resistivity واحد فيهم هيعتمد على التغير بتاع dimension احنا النهاردة هنتكلم على التغير اللي بيحصل في dimension يبقى ببساطة هنربط التغير اللي بيحصل في delta r على r مع التغير اللي بيحصل في delta l على l اللي هو l stream اوكي ده هنربطه عن طريق factor كده هنسميه ال gauge factor اوكي يبقى ال gauge factor اوكي ده عبارة عن parameter بيوصف لي انك لو غيرت l stream بتاع ال wire بتاعك او المateria بتاعتك هيحصل تغير في resistance مقابل له الد اوكي كلام جني طيب التغير بتاع الجي factor ده اوكي هيختلف باختلاف المateria زي ما هنتكلم كمان شوي اوكي لو هنتكلم على metal فالعلاقة زي ما حضراتكو شايفينها كده علاقة linear اوكي وبالتالي هنفترض ان التغير اللي هيحصل في delta r مع التغير اللي بيحصل في l stream او delta l على l هو تغير linear كمان شوية بقى هنشوف ايه اللي هيحصل في حالات زي semiconductor وحن recall back الفيجر ده وافتكروا الفيجر ده كويس هتلاحظوا كده ان semiconductor ماشي بعلاقة non linear طيب ده الشكل البسيط اوكي ال edward samhoun ورهول لنا كده اوكي علشان يوصف لنا الشكل الخاص ب string gauge هو عبارة عن wire اوكي لما هأثر عليه tension معين او compression معين هيبتدي resistance بتاعته بتتغير ده اللي احنا بنسميه resistive string يبقى لو تخيلنا عمود كده وحطينا عليه string gauge في الجزء الاسفل وحطينا عليه في الجزء الاعلى string gauge وقصرنا بفرص واحد فيهم هيحصل له compression واحد فيهم هيحصل له tension طيب المaterials بتاعت string gauge بما انه resistive string gauge زي ما قلنا هيبقى له gauge factor اللي هو بيوصف تغير string مع resistance بتاعتي في حاجة بتوصف لك raw resistivity بتاعته دي k طيب هنلاحظ كده ان k as a factor بيختلف باختلاف نوع المaterials كبان شوية بقى هنلاحظ ان القيم دي صغيرة مقارنة مثلا لو رحنا نتكلم على other type لل gauge factor كلام جيد طيب ايه بقى هم other parameters اللي احنا كتبين هم المaximum temperature اللي هو يقدر يستحملها لكن ايه موضوع بقى thermal coefficient ويه موضوع expansion coefficient خلي بالنا بقى ان ده wire بتاعته هتتغير بتغير الاسترين لكن مفيش حاجة هتجارنتي ان temperature كمان مش هتتغير بتغير force اللي هيحصل او بتغير resistance اللي هيحصل اوكي لان احنا لو عملنا recall بقى كده لو احنا فاكرين لما جينا تكلمنا على thermistor وال R2D قلنا ببساطة ان ال ده wire لما هتتغير درجة الحرارة بتاعت والtemperature هتتغير اوكي صحي خلينا ناخد example بسيط كده نقول ان احنا عندنا gage factor اوكي سوريا عندنا strain gage لو gage factor بقيمة اثنين ده حيتعرض لأجزي لstrain قيمتها 300 اوكي وقيمة resistance without strain يعني من غير ما نأثر عليها بstrain كانت 350 احنا عايزين نعرف القيمة او percentage بتاع التغير لresistance بتاع طيب تعالوا نبص كده على solution بتاعنا اوكي الا stream انا مدهولك هنا 300 نخبرنا بس من الاشارات او من ال units اسف اوكي هنا micrometer per meter اوكي delta r over r اوكي يعني لو حولت ده الميتر على ميتر علشان طبعا ده من المفترض انه dimensionless يعني اوكي وقيت قلت الGage factor اللي انت مدهان دي اللي هي كيه اللي هي عبارة عن delta r على r مقسومة على L strain يبقى delta r على r بتساوي lg factor مضروف في L strain L strain بيساوي point 3 lg factor بيساوي 2 اوكي يبقى delta r على r بتساوي point 6 اوكي تغير بتاعنا لو خدنا ده ربناه في 100 اوكي هيساوي point 0 6 percent اوكي يعني لو حسبنا بقى delta r نفسها احنا هنا حسبنا delta r على r لو ضربنا بقى في lg un strain resistance بتاعتي اللي هي 350 يطلع التغير اللي حصل هو point 2 1 وما ننساش ان point 2 1 بالنسبة للتغيرات تعتبر تغير بسيط ل resistance اوكي عشان كده لما بنبص هنا على gage factor بيبقى مهم نعرف قد ايه تغير في resistance مقابل للتغير اللي هيحصل في اللي strain طبعا السمي conductor strain gauge ده ال other type هو similar لل resistive strain gauge اوكي لكن ال properties وال construction بتاع مختلف شوية ليه؟ لأنه هو محكون من materials مش metals هي semiconductor metals أوكي semiconductor materials ممكن تبقى silicon معمول لها doping by other material and type B type and so on طيب الاختلافات الرئيسية بقى ان التغير اللي هيحصل في conductivity في السمي conductor بيبقى أعلى من التغيرات اللي بتحصل في المتر ده هترجمه ازاي؟ ان الجيجي فاكتورز بتاعة السمي conductor material أعلى من المتر يبقى معنى ذلك اننا حشوف انك لما تغير stream بنفس المقدار على metal وسمي conductor هتشوف تغير في resistance أعلى في السمي conductor أوكي؟ طيب الحجم بالنسبة لنا أصغر من المتر لكن عندنا برامتر بقى مهم كده هو برامتر له علاقة بالتغير مع دراجات الحرارة هنكتشف بقى ان نلعيب بتاع السمي conductor انه هو more sensitive ليتتغير في دراجات الحرارة عن المتر أوكي؟ طيب ما قلنا كده هو هيبقى ممكن عبارة عن سيليكون أوكي؟ معموله inert أو doping باناثر ماتيريال الاناثر ماتيريال دي ممكن تبقى بيه طايب أو ان طايب على حسب السمي conductor اللي أنا نستخدمه أوكي؟ طيب الفرق التالت الحقيقة أو الفرق الرابع ما بين السمي conductor والمتر لو فاكرين الكورف اللي أنا عرضته لكم قلتلكم إن الجيجي فاكتور في حالة المتر لكن في حالة السمي conductor هو non-linear عشان كده لما حنيجي نربط ما بين الدلتا R والR في المتر كان زي ما احنا شايفين كان عبارة عن السترين مضروف في الكي أو دايركتر لينير لكن في حالة السمي كنداكتور هي علاقة non-linear يبقى معنا ذلك حنتظر إن التغير بتاعي ممكن يبقى فيه السترين سكوار ممكن السترين كيوب على حسب بقى الفاكتور بتاعي أو على حسب الماتيريا اللي أنا نستخدم وكمان حنتظر إن التغيرات دي ممكن تبقى تغير positive change ممكن تبقى تغير negative change أوكي زي ما حضراتنا شايفين كده إن التغير resistance with respect للسترين ممكن يبقى كل ما دا بيزيد أوكي كل ما اللي سترين بيزيد الرزاستنس بتقل أو كل ما اللي سترين بيزيد الرزاستنس بتزيد أوكي طيب تعالوا بقى نيركول باك كده القصة اللي إحنا قناها إن السيمي كونداكتور هو بيتغير مع أو more sensitive للتغير في درجة الحرار عشان نعرف منها إيه أنواع الأررز اللي ممكن تظهر فيه اللي سترين جيج اللي سترين جيج هو عبارة الresistive منه هو عبارة عن تغير في الresistence تعالوا نشوف بقى التغير في الresistence دا حييجي منين حييجي من ثلاثة variables أول حاجة التغير في اللي سترين اللي إحنا عايزين عشان كده بيتسميه ال-wanted strain أوكي فيه تغير تاني بنسميه ال-unwanted strain يعني إيه؟ يعني إنت بتستخدم المتيريال دي فمع الوقت بيحصلها aging أوكي مع الوقت اللي سترين نفسه بيعمل source of error أوكي مع التغير اللي بيحصل أوكي وبالتالي حيقديلي لتغير في ال-stream أنا مش عايزه زي example بسيط كده حضرتك بتقف على الميزان أوكي بتنزل من على الميزان بتلاقيين هو ما رجعش عند الزير أوكي ده بالنسبة لك لو ميزان قديم شوية أوكي هيبقى بالنسبة لك التغير اللي حصل ده unwanted strain أوكي طيب ده ممكن لشيء زي بقى الأولان إحنا عايزين وال-strain أو ال-wanted strain ده اللي إحنا أصلا عايزين نقشف أوكي لكن اللي إحنا عايزين لشيء حاجة زي ال-unwanted strain ده ممكن زي محارك بتعمل في الميزان بالظبط إنك بتعمل حاجة بنسميها recalibration أو periodic calibration يعني كل فترة معينة أو كل شوية يعني أوكي بتتأكد إن الميزان بتاعك رجع عند الزيرو أوكي يعني بالنسبة لك بالنسبة لل-strain بتتأكد إن without إنك ما تحط stress على ال�-strain gauge بتاعك يعني ما يبقاش في stream إن ال�-strain ده قري القيمة اللي هي بالنسبة لك zero value أو القيمة without l-strain طيب التغير الأخير هو التغير مع temperature وهو تغير ببساطة كده ببعن إن ده wire metal semiconductor هيتغير مع ال-resistance بتاعته هتتغير مع temperature نقول بقى كده ال-function المaterials اللي هي لها temperature coefficient أوكي فاكرين الإكويجن دي لما جينا اتكلمنا على الـ 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 R2D مثلا كـ هو تغير ما بين delta T اللي بتحصل و ال-resistance بتاعتي عن طريق thermal coefficient أوكي طيب زي ما قلنا كده إن في السمي conductor القيمة دي مرتفعة شوية أوكي طيب، أنا هقدر بقى ألشيها ازاي؟ أو أقدر أتغلب على العيب ده ازاي؟ حاول نفكر كده طيب، واحد من الماثود اللي إحنا ممكن نستخدمها هو إن إحنا نستخدم another stringage أوكي الـ another stringage ده ببساطة كده إحنا ممكن نحطه فيه bridge طيب، تعالوا كده الأول نتخيل إن إحنا عندنا الـ bridge أوكي western bridge هنشيل واحد من الـ وهنحط الـ ريزيستور تانية اللي هي بتاعة الـ stringage أوكي إحنا مشكلتنا إيه هنا؟ أو إحنا عايزين نلاشي إيه هنا؟ عايزين نلاشي التغير أو عايزين نشيل التغير اللي بيحصل نتيجة الـ temperature أوكي، يعني أنا لو خدت ده إستو في درجة الحرارة العادية وإستو في درجة الحرارة تحت الصفر أو إستو في درجة الحرارة 60-70 أوكي، يقس لي نفس القيمة أوكي، طيب أنا حقيس إزاي؟ فقال لك، طيب تعالا كده افترد إنك أنت هتجيب stringage تاني أوكي، واحد فيهم هتستخدمه علشان تقيس اللي string بتاعك واحد بالنسبة لك هيبقى reference للتغير في درجة الحرارة بما إن اللي اتنين دول هايبقوا موجودين في نفس المكان فلو درجة الحرارة اختلفت أوكي، عملتلي delta r على اللي string ده هتعمل delta r على اللي string ده برضو أوكي، وبما إنهم في two different r فحيلاشوا بعض أوكي، حيفضلي إيه؟ حيفضلي التغير فقط الناتج من الفورس اللي أنا أصرت عليه أوكي؟ مع الوقت بقى ممكن نحط look up table كده يبقى بديل ال other string بدل ما استخدم two stringage يبقى عندي هنا القيمة بتقول لها عندي ضررة حرارة كذا انت عندك resistance كذا أنسوك طيب، ناخد example كده بسيط يعرف لنا كapplication لي stringage أوكي، مع western bridge أوكي، ببساطة كده أنا عندي beam هون أوكي، الbeam ده هأثر عليه بفرص عندي two stringage واحد فيهم هيحصله زي ما اتفقنا tension واحد فيهم هيحصله compression أوكي، يبقى واحد فيهم هيتغير الر بتاعته من R ل R منس دلتا R واحد فيهم هيتغير من R لر بلاس دلتا R، تعال افترض ان ال western bridge والارات بتاعته كلها متساولة أوكي، يبقى ببساطة كده لو هنحسب الفولتج ما بين ال point A وال point C زي ما تعلمنا في ال western bridge مع بعض أوكي، حيساوي الفولتج بتاع البتالي أوكي، مضروب كأني بعمل voltage divider على الجزئين وبوحد المرقمات ما بينه أوكي، حشيل بقى R2 وR4 وكل ده وححط R، أوكي، ما عادة بقى R1 ححط R minus دلتا R وR4 ححط R plus دلتا R حينتق لي عن التغير ده لو عملنا شوية simplification حينتق لي أن نصف الفولتج اللي انت حطه من البتالي مضروب في دلتا R على R يبقى لو أثرت فورس حشوف التغير اللي هيحصل فيه الفولتج بتاعي، أوكي، مرتبط به التغير اللي هيحصل فيه ال resistance طيب، ال other types بقى ال-string gauge ممكن يشتغل بهم غير ال-resistance تبقى غير ال-metals وال-semiconductor بأسف، إنه أشوف ال-resistance بتاعت electrolyte، أوكي، يعني فيه liquid معين، لو electrolyte ال-liquid ده، أوكي، وموجود جوه container، ال-stream بتاعه حيضغير عشان كده بنسميه ده liquid string gauge أو نشتغل على graphite أو carbon، أوكي، اللي موجود في substrate معين، أوكي، ده بنسميه plastic string gauge، طبعاً كل واحد من دول له مميزات، زي إنه بلاستيك، مثلاً الجيجي فاكتور بتاعه مرتفع، أوكي، لكن هتلاقي فيه بقى بعض العيوب زي ال-stability أو mechanical stability، زي limitation، اللي حتحصل إنك مش كل الحاجات تقدر تستخدم liquid string، plastic string، على حسب القيمة الاسترس، أو range بتاع الاسترس، اللي إنت بيتئيسه، أوكي؟ خيب، هنشوف بعض ال-applications اللي ممكن نستخدم فيها string gauge، إنه إحنا نيس muscles أو tendons أو ligaments or beta and so on، أوكي، زي اللي بتحصل فيه مثلاً الجراحات النتجة من، أو العمليات بعد الإصابات النتجة من رياضة معينة أو activity معينة، أوكي، بيتستخدموها علشان ييسوا stress وال-strain اللي المسلز ممكن تتعرض لها، ويبتدي يحط مجموعة من ال-graphs زي ما حضرتكو شايفين كده، ده عبارة عن wearable device، أوكي؟ مستخدم مجموعة من string sensors، أوكي؟ علشان يطلع له مجموعة من ال-graphs، تشوف ممارسته أثناء activations المختلفة، أثناء حركة إيده مثلاً، حركة صوابه، and so on أوكي؟ بتستخدم gauge sensors، أوكي؟ هنا طبعاً هي nanostructures في حاجات بسيطة، احنا ممكن تبقى بالنسبة لنا صغيرة، وتبقى لها قياسات، ممكن نستخدمها في different applications طيب other types من string gauges واحد منهم هو load cell والload cell من اسمه كده هو عبارة عن transducer، وظيفته أنه هو بيحول لك الفرصة اللي بتحصل لـ electrical measurements الفرصة دي بقى ممكن تحصل على hydraulic load cell pneumatic load cell ممكن تحصل على string gauge load cell تعالوا نبص كده على string gauge load cell، بما أننا تكلمنا على string gauge أنا بحط four types من string gauge ببتدي أثر بload معين بيبتدي يحصل compression وتنشن على حسب locations بتاعت كل واحد وبحول القيمة دي لقيمة voltage، بقى أنا ترجمة الفرصة بتاعي لقيمة voltage عندي ده example specs بتاعت load cell خنلاحظ كبعا أنه هو بيقولك أنه هو ممكن يقيس من قيمة كذا لكذا يعني range بتاع load بتاعي range اللي هو بيبقى فيه linear output resolution environmental condition اللي هو ممكن يشتغل فيها and so on ده examples بعض المانيفاكشورز ممكن استقصلكوا كده تبقوا عندكم وقت تبقوا خشوا تبصوا على different types عشان تشوفوا أشكال مختلفة للstring gauge والload cells طيب، آخر type هنتكلم عنه هو tactile sensor أوكي؟ التاكتايل كده من اسمه جاية من كلمة touch أوكي؟ طيب، التاكتايل ده أو touch اللي هيحصل ده أشهر example ليه switch البسيط المفتاح البسيط مفتاح النور بقى مفتاح اللي حالك بتستخدمه مع البريد بورد السويتش البسيط ده example إنه هو بيقيس الفورس بس طبعا المفتاح بتاع الكهرباء ده بالنسبة لك on و off أوكي؟ طيب، فيه بقى other sensors بتعتمد على الفورس اللي حاصل أوكي؟ وتبتدي تربطها بتغير بيحصل في resistance عشان كده هم بيغلفوها أو بيحطوا الممترين ده في رابر كده ويبتدي يشوف التغير اللي بيحصل في الفورس with respect ليه resistance أوكي؟ بنسمي الخاصية دي بايزو resistive sensor يعني إحنا هنا هنعتمد على إن التغير اللي حيحصل في الفورس حيعمل لتغير في الـ resistance عن طريق الـ pressure اوكي؟ عشان كده جات كلمة بييزو اوكي؟ مع كلمة resistance اوكي؟ طيب، خلينا نبص بقى في الفورس sensitive resistor أو الـ fsr اختصاراً يعني إنه هو معتمد على بايزو resistive effect اوكي؟ ده حيديتكت الـ physical pressure اللي حيحصل عليه نتيجة بقى الـ weight نتيجة الضغطة بتاعتك زي محضراتكو شايفين كده اوكي؟ ده حيكاركترايزد بي حاجتين بي الـ gauge factor اوكي؟ الجي او الكي اللي احنا سبق وتكلمنا عنها بس احنا هنا مش هنتكلم على مترباس اوكي؟ والحاجة التانية هي اللي ممكن يحصل مع الـ temperature طيب الـ resistance بتاعت الـ fsr دي عادةً بتبقى non-linear function مع الفورس اوكي؟ يعني انا هؤثر بـ force معينة الـ resistance بتاعتي هتمشي بشكل او التغير بتاعي هيبقى ماشي بشكل non-linear relation عشان كده احنا حطينا g في الـ equation اللي فاتت ممكن تبقى ماشية بشكل non-linear relation طيب الشكل اللي حضراتكو شايفينه دا عادةً بيبقى ماشي بالـ negative coefficient يعني كل ما الفورس اللي انا بأثر بها هتزيد اوكي؟ كل ما الـ resistance بتاعتي هتقل طيب لو انا مش حاطت اي فورس فبالنسبة لي الـ resistance بتاعتي عالية قوي او infinite resistor زين حضراتكو شايفين كده الجزء دا الـ resistance عالية جدا اوكي؟ ده معناها ايه؟ ده معناها انه هي لو انا حاطتها في circuit يعني ده معناها open circuit وكل ما انا هؤثر بيه force أو pressure معين اوكي؟ حيبتدي الـ resistance بتاعتي بتقلي الميزة الاساسية في الـ fsr انه هو له dynamic range مرتفع يعني ايه dynamic range؟ يعني الـ range اللي يقدر يـ operate فيه السنسور بتاعي او transducer بتاعي اوكي؟ ده انا بقوليلك بس example بسيط كده ازاي ممكن تقيس الـ fsr بتاعتك اوكي؟ فببساطة كده مع الضغطة اللي انا هعملها على السنسور البداي هيزيد الـ resistance اه سريحة الـ resistance بتاعتي وممكن نستخدم الباتري بتاعت الـ avometer كمثل للقيس عندنا different application للـ fsr اوكي؟ فيه application زي اللي حضرتكم شايفينها دي اللي هي يعمل detection اذا كان حد قاعد جنب الـ driver او قاعد جنب السواق في بعض العربيات الحديثة اوكي؟ علشان يدتاكت اذا كان رابط الحزام او مش رابط الحزام فلازم يتأكد ان فيه اصلا شخص قاعد جنب السائق اوكي؟ عن طريق ان هو هيحطله fsr اوكي؟ موجودة على الكورسي بمجرد ما الشخص ده هيقض هيأثر بفرصة عليها هتغير resistance بتاعه يدتاكت ان فيه شخص قاعد بعد كده بقى ممكن يدي الوردر اللي بعده ان هو يجي يقول لحضرتك ان الشخص ده رابط الحزام او مش رابط الحزام واحد تاني من الابليكيشنز اللي هي علاقة بالروبوتيك ار اوكي؟ ان سواء ان تستخدم في العمليات او في المصانع في الجانب الاندستري ان سوقهم اوكي؟ ان ازاي بيقدر يعمل او يقدر يلتقط حاجة معينة اوكي؟ ومن غير ما يعمل فرصة زيادة عليها تخيل ده لو بيلتقط مثلا كوباية او glass of water مثلا لو بدأ يأثر عليها بفرصة جندة اوكي؟ الفرصة دي هتبتدي تكسر الكوباية فهو محتاج يأثر عليها بفرصة معينة فلازم ياخد feedback من الحاجة اللي هو بيمسكها نفس القصة بقى اللي بيستخدموها الغياضيين علشان يحسب بالactual crab forces اللي هو هتلتقط بقى من كرات زي الحاجات اللي موجودة في البس بولز او الحاجات اللي تستخدم فيه التنس علشان يبتدي يدتاكت كده اذا كان الشخص ده بيستقبل الكرة بشكل مزبوط ولا عنده مشكلة في استقباله علشان ما تأثرش على المسلز بتاعته والتندنس بتاعته احنا كده فالنهارا قدرنا نربط ما بين القياس و الفورس اتمنى انكم تكونوا استفدتوا من المحاضرة اوكي لو حدها هيبقى عنده اي اسئلة يريدت يجسللي على الايميل وان شاء الله اشوفكم دايما على خير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته